الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم احبابنا وصلنا عند الاشتقاق الاشتقاق الضمني الاشتقاق الضمني ومقدمة مقدمة وبعدين ان شاء الله ندخل على الاسئلة شوفوا لي هاي المقدمة هيك اه مكتوب عندي واي يساوي اتنين اكس تكعيب زائد اكس تربيع ناقص خمس واي يساوي صين تربيع اكس ناقص ستة اكس تكعيب واي يساوي جذر اكس تربيع ناقص اكس هدول التلاتة طيب تلاتة اللي تحت هدول اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي اربعة صين اكس زائد كسين واي يساوي اتنين اكس ناقص ثلاثة واي صين اكس زائد واي يساوي يتربيع كسين اكس شو الفرق بين التلاتة هدول والتلاتة هدول ها يلا شو الفرق بين التلاتة هدول والتلاتة هدول اه ها تمام شو الفرق الفرق يا استاذ اللي حكى او اللي عرف الفرق يا استاذ انه التلاتة هدول هدول التلات فيهم واي موضع القانون. هون واي موضع القانون. يعني لما باجي احكي المعادلة ما بحكي واي الا مرة واحدة. شوفوا هيك شو بحكي? واي يساوي. خلاص. مش هتيجي سيرة واي كمان مرة. اتنين اكس تكعيب زاد اكس تربية نقص خمس. طيب. اللي بعديه. تاني. واي يساوي. مش هتيجي سيرة واي مرة تاني. صين تربية اكس نقص ستة اكس تكعيب. طيب. اللي بعديه. واي يساوي. مش هتيجي سيرة واي. تاني. جذر اكس تربية نقص اكس. فهون هدول كليات هم واي موضع القانون. الواي موضعا للقانون. طيب. تعالي شوف اللي تحت. تلاتة اللي تحت اللي بالاحمر هدول. مكتوب اكس تربيع زائد واي وكمان تربيع يساوي اربعة. اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي اربعة. ايه? واي صار على تربيع. واي تربيع صارت معه. واي ليست موضعا للقانون. واي ليست موضعا للقانون. طيب. شوف هاي. صين اكس زائد كوسين واي. يساوي اتنين اكس ناقص تلاتة واي. واي. ليست موضعا للقانون. صين اكس زائد واي سوية تربيع كوسين اكس. يبقى هدول كلياتهم واي. ليست موضعا للقانون. هدول التلاتة اللي فوق احنا بنسميهم علاقات او معادلات صريحة. صريحة. ايش يعني يا استاذ صريحة? صريحة يعني صراحة صراحة مفهوم واضح جدا ان واي موضع القانون. هده اسمها صريحة. طب المعادلات هدول او العلاقات هدول بنسميهم علاقات او معادلات ضمنية. شو يعني يا استاذ ضمنية? يعني المعادلة واي ضمنها في اختلاط بين الاكس والواي. في ميكس بناتهم. ها. يعني واي ليست موضعا للقانون. هدول ليست موضعا للقانون. فهاي العلاقات او المعادلات بنسميها ضمنية. فهون لما بنشتق بنسميه اشتقاق. بنسميه اشتقاق. هون لما بنشتق بنسميه اشتقاق. ضمني. ليش? اه سميناه ضمني بناء على المعادلة المعطاة. يعني مش الاشتقاق الضمني اشتقاق جديد او قواعد جديدة. لا نفس القواعد اللي احنا اخدناه. يعني ليش ليش سميناه ضمني? ليش سميناه ضمني? بناء على العلاقة الضمنية. لانه المعادلة المعطاة معادلة ضمنية. فسمينا الاشتقاق اشتقاق ضمني مع انه اشتقاق على القواعد اللي احنا اخدناها اللي احنا بنعرفها. مش انه في قواعد جديدة. ازان الاشتقاق الضمني مش قواعد جديدة. ما فيش قواعد جديدة. هي القواعد اللي احنا اخدناها. بس ليش اسمه ضمني? لانه العلاقة المعطاة او المعادلة المعطاة بتكون معادلة ضمنية فسمينا على اسمها. تمام? تمام. خلينا نوضح اكتر حاضر. تعال نشتق هدول الاشياء الموجودات عندي. الاكس شو مشتقة الاكس؟ مشتقة الاكس استاذ واحد. سهلة. مشتقة الاكس واحد. طب اكس تكعيب تلاتة اكس تربيع. طب اربع اكس تربيع تمانية اكس. ايش المشكلة يعني اذا اشي اتافة. اتنين اكس وص خمسة عشرة اكس قوة اربعة. طيب. تعال نشتقها دول. الواي. انا بعرف يا استاذ ان الواي مشتقتها. وي فتحة. تمام? شو يعني وي فتحة؟ يعني دي وي على دي اكس. ها. يبقى الواي وي فتحة. وهذا كل اللي احنا كنا نتعامل فيه. وي. الان في هذا الدرس لسه اول مر اول مر ما حكيت انا قبل هيك. وي تكعيب ولا وي تربيع ولا اربعة وي ولا خمسة وي ولا وي اس خمسة ولا الحكي هذا نهائيا. كل اللي كنا نحكيه قبل هيك كله كان اسم وي بس. بس وي لحالها كانت ما كان فيه لا وي تربيع ولا وي تكعيب. طب استاذ الواي تكعيب كيف هنشتقها؟ زي الاكس تكعيب. وي تكعيب هتصير تلاتة وي تربيع بس هتحط اللي معاها وي فتحة. اي واي بتشتقها او تلاتة وي تربيع دي واي على دي اكس. اي واي بدنا نشتقها في اخر هنحط وي فتحة. زي الختم يعني. هاي الواي اشتقاق الواي اختم لياه في الاخر بواي فتحة. تمام? اي واي هنختمها في الاخر بواي فتحة. واي فتحة اللي هي دي واي عدي اكس يعني. طيب اربع واي تربيع هتصير تمانية واي. ولازم تختم ليها باش? واي فتحة. تمام? اتنين واي قوة خمسة اللي هي عشرة واي قوة اربعة اختم ليها واي فتحة. اي واي هتشتقل ليها هتختم ليها بواي فتحة. تمام? تمام معنا يا استاذ. اش معنا? اه جماعة الجماعة الحسوديين الان. اش اكس فتحة. شو يعني اكس فتحة? يعني الواي فتحة. يعني دي واي على دي اكس. طب اللي اكس فتحة? دي اكس على دي اكس. دي اكس على دي اكس. طب ما استاذ دي اكس على دي اكس واحد. راحت يعني. خلاص. ازا وي فتحة. عشان هيك ما نحطش عندي ال اكس اكس ايش? اكس فتحة. يعني ال اكس واحد. مش هحط معها اكس فتحة. او مش هحكي مش تقة الـX X فتحة هي X فتحة واحد X فتحة היאعش واحد اذا الـX بنتحطش معها X فتحة اما الـX نشتقاه ونحط معها في اخرها دايما الختم الختم Y فتحة الختم ايش Y فتحة تعاي انشوفها دول اتنين X Y استاذ هاي مشتق الضرب وهون الخطأ بيجي وهون الخطأ بيصير اتنين XY هاي مشتق الضرب انتبهوا لهاي كتير اتنين X مضروبة بواي اه مشتقة ضرب يا استاذ يعني اتنين اكس هي الاول والواي هي التاني فلما بدك تشتاق على قاعدة الضرب ايش قاعدة الضرب يا استاذ الاول اللي هو اتنين اكس في مشتقة التاني مشتقة الواي وي فتح زائد التاني اللي هو واي في مشتقة الاول اتنين اكس مشتقة الاتنين اكس اتنين مش ضروري يعني ان نحط اقواص يعني عادي لو حطت اقواص ما في مشكلة هاي الاول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الاول الاول اتنين اكس عادي لو حطنا اقواص مشتقة التاني مشتقة الواي وي فتح زائد التاني اللي هو واي مشتقة الاول الاتنين اكس اللي هي اتنين وبعدين بضربهم اتنين اكس في وي فتحة اللي هي اتنين اكس وي فتح زائد واي باتنين اتنين واي بس احنا ياش الانصرنا محترفين بدنا نسويها اه اسرع بدون بدون اقواص طيب تعالى ليلي هاي صين اكس زائد واي انتبه اكس زائد واي اش هاي اكس زائد واي استاذ هي زاوية زاوية الصين اه والله ليه اكس زائد واي هي زاوية الصين مظبوط صح طب احنا لما يجي نشتاق الصين اول اشي قوة مفيش قوة مفيش هون قوة الدائري اولا الدائري ما انتو عارفين وبعدين الزاوية طب حلو يا استاذ جميل الصين مشتاقة الصين كوصين هاي كوصين اكس زائد واي طيب بدنا نشتاق الزاوية الان بدنا نشتاق الزاوية مشتاقة الاكس واحد زائد مشتاقة الواي واي فتحة اللي هي دي واي عادي اكس يعني صار عندي كوصين اكس زائد واي طبعا كوصين اكس زائد واي على بعضها حتة واحدة مش حتتين كوساين اكس زائد واي الاكس زائد واي اللي هي زاوية الكوساين يعني عندك هون الكوساين دايما معاها زاويتها هيك معاها شو زاوية الكوساين يا استاذ هون اكس زائد واي البيضة هاي بنت الجاجة هاي البيضة هاي بنت الجاجة هاي تمام طب استاذ داخل الاقواص يعتبروا حدين طبعا يعتبروا حدين داخل الاقواس اي اعتبروا حد دي يعني يا استاذ نقدر نوزع نضرب كوسين اكس زائد واي مع الواحد ونضرب كوسين اكس زائد واي مع الواي فاتحة مش نقدر نوزع احنا هيك لازم نساوي احنا هيك لازم نساوي طيب لما اضرب كوسين الاكس زائد واي في الواحد هتعطيني كوسين اكس زائد واي هاي كوسين الاكس زائد الواي زائد لما اضرب كوسين اكس زائد واي في واي فتحة بتصير واي فتحة كوسين اكس زائد واي تمام هاي الاشتقاق اوعى اوعى اه نبه ها بنبه غلط غلط الحكي هذا واحد يعمل زي هيك هذا غلط واحد يروح مسلا يشوف صين اكس زائد واي ها يروح يسويها صين اكس صين اكس زائد صين واي اوعى واحد يساو زي هيك غلط غلط اوعى احد يساو زي هيك يا جماعة يشوف صين اكس زائد واي او كوسين اكس زائد واي يروح يوزع للصين تصير صين مع الاكس زائد صين مع الواي اوعى حدا يروح زي هيك يا استاذ دايما بتحكي لنا شغلات بتخوفنا اه وبتحكي لنا اوعى دير بالك انتبه اه طبعا اوعى دير بالك انتبه ما هي الاخطاء هاي اللي بيوجعوا فيها الطلاب لازم انبهكوا دايما وين في اخطاء بيوجعوا فيها الطلاب ولا سيبك تروح تتدهور لا طبعا فاوعى حدا يسوي حركة زي هاي سين اكس زاد واي. روح يحكي سين اكس زائد صين اوعى. حالا يسوي حركة زي هي. سين اكس زاد واي. اسمها سين اكس زاد واي. اكس زاد واي هي حتة واحدة. اوعى تفتفت فيه. تمام? خلاص? هي الى متطابقات تانية. مش مجالنا الان. فسين اكس زاد واي. اوعى توزع الصين عليهم. اوعى توزع الصين عليهم. هذا بالنسبة لمقدمة الاشتقاق الضمني. سريعا احكي انا شو حكيت. هاي استاذ اسمها معادلات صريحة او علاقات صريحة. فيها الواي موضع للقانون. زي ما انتم شايفين. واي يسوي. واي يسوي. واي يسوي. كل الجهة التانية كل ياته اسمه اكس. وهذا اسمه اشتقاق. هون لا. الواي والاكس عاملين اه هيك خلطة مع بعضيهم. عاملين مع بعض. فبنسميها معادلة ضمنية او علاقة ضمنية. فالاشتقاق هنسميه اشتقاق ضمنية مع انه اشتقاق عادي ما فيش فيه قواعد جديدة. حكينا الاكس عادي اشتقاقها ما فيش في مشكلة اكس مشتقتها واحد. الاسد تكعيب تلتة اكس تربيع. اربع اكس تربيع. اتنين اكس وزون خمسة. اما الواي لما تيجيش اشتقاه بتشتقها واي. بنحط اللي واي فتحه في الاخر. واي تكعيب. اتنين تلاتة واي تربيع. واي فتحة. اربعة واي تربيع التمانية وي. وي فتحة. واحنا حكينا الواي فتحة هاي زي الختم. هاي ختم. ختم دايما تشتقوا وي. بتحط لها وي فتحة. جيت هون حكيت اتنين اكس وي. هاي مشتقط ضرب. وانتبهوها دايما في الاسئلة. دايما مشتقط ضرب يا جماعة الطلاب. هم اللي بغلطوا فيه. ليش? بروح يشتقوا مباشرة. بنسوا موضوع الاول والتاني. فبما انها مشتقط ضرب الاول في مشتقط التاني زياد التاني في مشتقط الاول. صين اكس زايد واي. صين اكس زايد واي هي زاوية الصين. اكس زايد واي هي زاوية الصين. الجاجة هاي. البيضة هاي بنت الجاجة هاي. البيضة هاي بنت الجاجة هاي. طيب يا استاذ. كيف بنشتقها? مشتقط دائري. مشتقط صين كوسين نفس الزاوية. كوسين نفس الزاوية. كوسين نفس الزاوية. وبعدين بشتق الزاوية لحالها مشتقة الاكس واحد زايد مشتقة الواي. واي فتحة. أستاذ بقدر أوزع؟ لا أنا ضروري أوزع ضروري أني أوزع فكوسين X زائد Y لما تضربها بواحد بتعطيك كوسين X زائد Y زائد كوسين X زائد Y لما نضربها في Y فتحة صير Y فتحة كوسين X زائد Y وحكيت تنبيه مهم جدا أوعى سين X زائد Y طو راح توزيع للصين على الـ X والصين على الـ Y تكتوب ليها سين X زائد سين Y والكوسين والثاني وكل إيش كل الأشياء بالطريقة بالطريقة هاي اول عادة يعمل الحركة هاي. اول عادة يعمل. اول عادة يعمل الحركة هاي. هاي مقدمة. خليني الان ابدأ معكو في الاسئلة تبعت درس الاشتقاق الضمني. طيب. اللهم صلى الله عليه وسلم محمد. اول اسئلة في الاشتقاق طبعا السؤال جد دي واي عا دي اكس. اللي كل مما يعطي. ودي واي عا دي اكس. اللي هي طبعا واي فتحة. دي واي عا دي اكس. اللي هي يعني جد واي فتحة. هايها واي. واي فتحة هي دي واي عا دي اكس. شو يعني جد دي واي عا دي اكس او جد واي فتحة? يعني بدي الواي فتحة موضع للقانون. بدي الواي فتحة موضع للقانون. طيب. وهي السؤال معطين وي تربيع زائد اكس تربيع سوى ثلاثة وي زائد اتنين اكس. وهاي بنسميها معادلة ضمنية. ها. كيف يا استاذ? عرفت على السريع ان هي هاي ضمنية? لانه وي مش موضع للقانون. لانه وي مش موضع للقانون. وي مش موضع للقانون. طيب. نبلش الان نحل. نبلش الان نحل. فاول اشي رقم واحد هنشتاق. رقم واحد. هنشتاق. طيب. خلينا نشتاق. الواي تربيع اللي هي تعطيني اتنين واي. وزا ما حكيت لكم الختم تبع الواي واي فتح. اتنين واي واي فتح. زائد. ازان الواي تربيع اتنين واي. واي فتح. اكس تربيع اتنين اكس. ما لهاش ختم الاكس. يساوي. تلاتة واي مشتاق التلاتة واي تلاتة. وايش? واي فتح برضو. زائد اللي اتنين اكس مشتاقتها مشتاقتها اتنين. ازان انا هيك اشتاقيت. الواي تربيع اتنين واي مع ختم واي فتح. الاكس تربيع اتنين اكس. ما لهاش ختم الاكس. تلاتة واي تلاتة واي فتحة. واللي اتنين اكس ايش? اتنين. طيب. هاي الخطوة الاولى. الخطوة التانية الخطوة التانية. بنخلي حدود واي فتحة على الشمال وحدود مش واي فتحة على اليمين. يبقى بخلي دايما اي حد فيه واي فتحة واي فتحة لليسار. والباقي وباقي الحدود لليمين. كيف يعني? يعني هذا الحد. هاد اتنين واي واي فتحة. شو يعني يسار ويمين يا استاذ? اش في عندك يساوي? اه. هون يمين. وهون يسار. فليسار خليلي واي فتحة. واليمين وديلي اللي مش مش واي فتحة. طيب. هذا الحد. اتنين واي واي فتحة. خلي واي اتنين واي واي فتحة في واي فتحة. خليه على الجهة هاي. اتنين واي واي فتحة. حلو. طب فيه هناك على الجهة التانية فيه تلاتة واي فتحة. بدي اجيبه على الجهة هاي. طبعا اي حد بتنقله من جهة لجهة سواء بتنقل من اليمين لليسار او من اليسار لليمين بتغير اشارته. يعني تلاتة واي فتحة كانت على اليمين. انا بدي اياه هون على اليسار هي تلاتة واي فتحة. غير اشارته بتصر سالب. تلاتة واي فتحة. هيا. يبقى هذا الحد فيه واي فتحة. هدول الحدين هذا الحد فيه واي فتحة. خليته زي ما هو. وهذا الحد فيه واي فتحة جبته هون. الان هدول الحدين مفيش فيهم وي فتحه. هذا الاتنان ما فيش فيه وي فتحه. والاتنان هذا ما فيش فيه وي فتحه. ازن�و حط اليساوي. هناك فيه اتنان خليها زمهية اتنان والاتنان اكس هنجله. اتنان اكس بدا هنجل. ازن بده تغيير اشاره. هي موجه بالاتنين اكس. لما تروح هناك اصل سالب اتنى سالب اتنين اكس. تمام هيك? الخطوة تانية Y فتحة. الحدود اللي فيها Y فتحة. حدين. هاي هون. اتنين Y. Y فتحة ناقص ثلاثة Y فتحة. يزوي اتنين ناقص اتنين اكس. هدول هساً فيش فيه Y فتحة هون. وهون فيه Y فتحة. طيب استاذ. خطوة تالتة. معنا هذا كله عشان أخلي ال Y فتحة موضع للقانون. ما انت عشان تخليها موضع للقانون. بدأ تخليها عاجهة واحدة. طبي ما فيه اكتر من واي فتحة. كيف تخليهم واي فتحة واحدة? في اكتر من واي فتحة. كيف اخليها واي فتحة واحدة? خد واي فتحة عامل مشترك. واي فتحة عامل عامل مشترك. خد واي فتحة عامل مشترك. تصير واي فتحة واحدة. ازا هون واي فتحة. هون واي فتحة وهون واي فتحة. تاخد واي فتحة عامل مشترك. بظل عندك هون اتنين واي. ناقص ناقص تلاتة. خدنا الواي فتحة مشترك يساوي اتنين ناقص اتنين اكس خلاص هاي واي فتحة اللي مع الواي فتحة هذا يعتبر معاملها لانه واي فتحة مضروبة في هذا فاللي مع الواي فتحة يعتبر معامل انت لما يكون عندك سؤال فيه هيك تلاتة اكس يساوي اتناش كيف بتطلع ال اكس بتحكي لي بنقسم يا استاذ عالتلاتة على المعامل بنقسم على المعامل بيروح اللي مضروب في ال اكس اللي مضروب في ال اكس بيروح كيف؟ قسم عليه بيطلع معك X بتساوي 12-3 طيب طب ما هذا مضروف في واي فتحة كيف أتخلص منه؟ بقسم عليه إذن الآن الخطوة الرابعة بنقسم على القوس الخطوة الرابعة والأخيرة بنقسم على المعامل اللي هو القوس اللي معاه واي فتحة إذن هون هنقسم على على اتنين واي ناقص ثلاث على اتنين واي ناقص ثلاث هتروح طبعا هيضل عندك واي فتحة اللي بده إياها بتساوي اتنين ناقص اتنين اكس اتنين ناقص اتنين اكس على اتنين واي ناقص ثلاث هيك احنا جبنا الواي فتحة اللي هي نفسها الدي واي على إيش على دي اكس تمام ماشي جماعة إذن الطريقة إن أنا أول خطوة هي علاقة ضمنية عرفت إن هي ضمنية كيف لأنه واي مش موضع للقانون بلشت أشتاق الواي لازم بحط الختم تبعها الواي لازم بحط الختم تبعها والإكس بشتاقها عادي جدا طيب أنا بدي واي فتحة طيب ما هو واي فتحة مبعثرة ايش واي هون وش واي هون لا بدك تجمعهم في جهة واحدة فاحنا بنجمعهم على اليسار واللي ما في شوي واي فتحة بنجمعه على اليمين طيب في أكتر من واي فتحة أنا بدي واي فتحة واحدة بس لما تأخذ واي فتحة عامل مشترك بصير عندك واحدة بس واي فتحة طب ما هي معاه معامل انت كيف بتتخلص من المعامل بتقسم عليه قسمت على المعامل تلعت واي فتحة موضع للقانون هذا رقم رقم واحد رقم اثنين هنمشي عن نفس الطريقة الآن صليتوا عن نبي يا جماعة اللهم صلوا على سيدنا محمد تعالى رقم اثنين رقم اثنين اكس تربع زاد واي تربع سوى أربعة هلوة ذريفة خفيفة هيك لطيفة اكس تربع سهلة يا استاذ اكس تربع اثنين اكس زاد واي تربع اثنين واي يساوي أربعة مشتقط الأربعة سفر واجف عندك Kafanhadك والرائح المعامل هاي ما بدمشيش ايش المعامل هاي ما بتمشيش ليش ما بتمشيش حضرتك يعني ليش المعامل هاي بتمشيش يا حبيبي المعامل هاي بدا ختم ختم وين الختم بيجي الختم بيجي عند الواي انت رايح تشتق اللي Y تربيع 2Y وتنسى الختم اللي هو Y فتحة ما بيصيرش ما بتمشي المعاملة بدون ختم يبقى هاي المعاملة بدها ختم يبقى ال Y تربيع 2Y Y فتحة اوها تنسى وطبعا الاربعة مش تنزل ليها اربعة احنا منشتق صفر ممتاز خلاص تمام الان الحد هذا هو اللي فيه Y فتحة قال ليه اذا 2Y Y فتحة هذا يا استاذ ما فيش فيه Y فتحة اطرد هناك روح امشي اتنين اكس روحي هناك بتصير سالب اتنين اكس حلو فيه كم ويفتحة عندك هي واحدة خلاص الامور تمامة فيش داعي ان نخل لها ويفتحة واحدة بس لان هي واتحة واحدة بس لو كان فيه اكتر من ويفتحة بخدها عامل مشترح عشان تصير ويفتحة واحدة طب ما هي ويفتحة واحدة خلاص بس بدي ويفتحة موضع القانون فيه معاها معامل قصي مع المعامل على على اتنين Y على على اتنين Y هتروح طبعا لتنين Y هيضل عندك ايش Y فتحة يساوي طبعا اتنين مع اتنين مشكلة سالب اكس على ايش على Y هيك جبنا Y فتحة اللي بده اللي بده اياها اللي هي DY على DX ماشي المعامل الحمد لله بلشت صورة توضحة اكتر واكتر تعال نشوف رقم ثلاثة سين X اشتاق سين X قصين X زائد قصين ال Y استنى يا استاذ ها زائد القصين ال Y مشتاقتها سالب سين Y في Y فتحة آه طب من وين جبت ال Y فتحة أسه يا حبيبي مش احنا عنا قصين Y قصين Y بتشتاق الدائري مشتاقة القصين صحية وبعدهم بتشتاق الزاوية الزاوية اللي هي Y Y اللي هي الزاوية شو مشتاقة Y Y فتحة ماشي هيك تمام يساوي اتنين اكس اتنين ناقص تلاتة Y تلاتة Y فتحة الختم لا تنسى Y أخيرها لازم يكون فيه Y فتحة طيب جمع لي Y فتحة الآن في عندي الحدود اللي فيها Y فتحة هذا فيه Y فتحة وهذا فيه Y فتحة طب كويس هون فيه عندي سالب صين Y Y فتحة هايو سالب صين Y Y فتحة هدك سالب تلاتة Y فتحة بصير زائد تلاتة Y فتحة بيش؟ لأننا قلنا من هناك لهو ننزل إلي يساوي هناك فيه اتنين ما سوناش فيها اشي وهون فيه كوسين X بدنا نوديه هناك بتصير سالب كوسين كوسين X تمام؟ فيه اكتر من Y فتحة كيف تخليها Y فتحة واحدة؟ فيه اكتر من Y فتحة كيف تخليها Y فتحة واحدة؟ بالعامل المشترك خد Y فتحة عامل مشترك هاي Y فتحة عامل مشترك بيظل عندي سالب صين Y سالب صين Y زائد تلاتة يساوي اتنين اتنين ناقص كوسين كوسين X قسم على المعامل معامل Y فتحة هقسم على القوس هاد فهتصير عطول الآن بدنا نكتبها مباشرة انه ال Y فتحة بتساوي اتنين ناقص كوسين X هاي ها اتنين ناقص كوسين X على سالب صين Y زائد تلاتة او تلات ناقص صين Y ناقص صين صين Y صير اكتبها ايك ولا لا سالب صين Y زائد تلاتة هي نفسها تلاتة ناقص صين Y اه طبعا يستاذ ما هادول حدين نكتبهم بس من رتبهم نخلي الموجب وبعدين ايش وبعدين السالب ما في مشكلة طب يا استاذ لو انا كتبتها يعني سالب صين Y زائد تلاتة في مشكلة نا ما فيش مشكلة بس هيك احلى يعني هيك احلى تمام ماشي الامور هدول اول تلات اه امثلة طبعا الاشتقاق الضمن هنعيش معه كتير هنعيش مع الاشتقاق الضمن اسئلة بلاوة فيه يعني كتير كتير اسئلة اسئلتوا كتير الاشتقاق الضمن كتير كتير ماشي يا جمعة هاي واحد واثنين وثلات خلينا ايش نكتب لنا كمان اه اسئلة نكمل يعني خلينا نكمل رقم اربعة وخمسة وست. يعني اه اتنين اكس زات خمسة وي تربع ساين واي هاي ضمنية. علاقة ضمنية. ليش يا استاذ هاي علاقة ضمنية? لان واي مش موضع للقانون. طب. استاذ لازم اكتب كلمة ضمنية? لا انا بشرح مش بحل. انت بتحل بتكتبش ضمنية. اشتاق اتنين اكس هتصير اللي اتنين اكس يوز از اتنين. زائد خمسة وي تربع عشرة واي عشرة واي ختم واي فتحة بدها تساوي الصين واي اللي هي كوساين كوساين واي اللي هي الدائري مشتقة الصين كوساين واي ومشتقة الواي واي فتحة. اللي هي مشتقة الزاوية. يبقى الصين واي الصين مشتقة كوساين واي ومشتقة الواي اللي هي الزاوية ايش واي فتحة. مشتقة الواي اللي هي الزاوية واي فتحة. طيب يا استاذ. تمام. ماشية الامور. اه هذا في واي فتحة. وهذا في وي فتحة طيب هات هذا هون بصير عندي عشرة عشرة وي وي فتحة هاي هتصير ناقص كوسين ال وي في وي برضو وي فتحة يساوي اتنين هتروح هناك بتصير سالب سالب اتنين في اتنين وي فتحة ويتين فتحة عشان اخليهم واحدة اخد عامل مشترك معناته يا استاذ وي فتحة عامل مشترك هيضل عندي عشرة وي عشرة وي ناقص كوسين ال وي يساوي سالب اتنين تمام اللي مع ال وي فتحة ده يعتبر معامل بقسم عليه بصير عندي وي فتحة بتساوي سالب اتنين على عشرة وي عشرة وي ناقص كوسين كوسين ال وي عفكرة يجي مع سالب اتنين على عشرة وي ناقص كوسين ال وي لو ضربت البسط في سالب والمقام في سالب يعني لو خدت سالب عامل مشترك وسالب عامل مشترك ممكن اكتبها هيك بطريقة تانية يعني ممكن ديك كتب هيك السالب اتنين تصير اتنين يعني عكست اشارتها وعشرة وي هتصير سالب عشرة وي عكست اشارتها وسالب كوسين وي تصير كوسين وي ممكن تكتب هيك يعني طب استازة في داعي للكطوة يعني لا مفيش داعي للكطوة بس لو اجاك سؤال دوائر ويكتب لك الجواب النهائي بالشكل ها تعرف انه السالب اتنين كف سارة اتنين السالب اتنين كف سارة اتنين وسالب واحد في عشرة Y سالب عشرة Y وسالب واحد في سالب كوسين Y بتصير كوسين Y انت طبعا انا الخطوة هاي حكيت عشان الدوائر لو مش دوائر انت بتطلع Y فتحة زي هيك وهذا سؤال مستوى دوائر يعني مش مستوى سؤال مقالي هذا مش مستوى سؤال مقالي نهائيا هذا مستوى سؤال دوائر سريع طب نيجي للسؤال هادي اتنين X Y ناقص Y تكعيب سوا واحد انتبهوا الان انتبهوا اتنين X Y هادي ضرب الاول اتنين X والتاني Y يبقى يا استاذ هون فيها اول وتاني اول وتاني انتبهوا يا جماعة هاي مشتقض ضرب يا جماعة مشتقض ضرب الله يرضى عنكم الضرب انتبهوا له اتنين X Y هذا اول والY اللي هو التاني فحسب القاعدة الاول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الاول طيب يلا الاول اللي هو اتنين X ماشي اتنين X في مشتقة التاني مشتقة ال Y Y فتح ما حطيتش اقواص عال سريع زائد التاني اللي هو Y مشتقة الاول مشتقة الاتنين X اتنين ممكن نكتب اتنين او هون اتنين عشان يرتبها بدل ما هي Y في اتنين يعني اتنين Y Y في اتنين يعني اتنين Y هل خلصت من هات ناقص ال Y تكعيب وصلت عند ال Y تكعيب اللي هي تلاتة Y تربيع والختم Y فتح يساوي الواحد او حد اكتب واحد احنا بنشتق كله الواحد بصير صفر تمام هيك ماشي الحال مين اللي فيهم Y فتحة ايو اتنين X Y فتحة اتنين X لازم اجمع ال Y فتحة لحالها هون واي دخيل عميل جسوس بقى ادي الجهة التانية اتنين X Y فتحة وفيه ناقص تلاتة Y تربيع تلاتة Y تربيع ومعها Y فتحة يساوي الصفر رحمة الله عليه بس نقل الاتنين Y هاي طرها هناك سحبها من رقبتها وديلي يا الجهة التانية فاتنين Y بما انها اتنين Y بتنقل جيمتها تنقل جيمتها يعني كانت اشارتها موجبة بتصير اشارتها سالبة ناقص اتنين Y حلو فيه Y تين فتحة تين تين انا بديها واحدة بس خدها اعمل مشترك اذا Y فتحة اعمل مشترك هيضل عندي هون اتنين X ناقص تلاتة Y تربيع تلاتة Y تربيع يساوي سالب اتنين اتنين Y خلاص اللي معه الY فتحة هذا اسمه معامل الY فتحة انت كيف بتتخلص منه تقسم عليه يعني خلاص هون Y فتحة هتساوي كسر سالب اتنين Y سالب اللي اتنين Y هقسمها على اتنين X ناقص تلاتة Y Y ايش Y تربيع هيك احنا طلعنا مين الY الY فتحل بالدوية اللهم اصلاح سنة محمد سؤال ستة سؤال ستة نيجي لسؤال رقم ستة اه ساين X زائد Y واحنا حكينا ممنوع واحد يروح يوزع الساين يعني يروح يحكي لي ساين X زائد Y هي ساين X زائد ساين Y او احد يعمل زي هيك او احد يعمل زي هيك هنشتق فحنشتق مشتقة الدائرة مشتقة الساين قوساين مشتقة الساين طبعا قوساين وزاويتها البيضة طبعتها X زائد Y الان في مشتقة الزاوية هاي الزاوية هاي الزاوية بدنا نشتق الزاوية ما احد ينسى اشتقاق الزاوية الـ X مشتقتها واحد الـ X مشتقتها يش مشتقتها واحد زائد الـ Y Y فتح ها الان هاي هاي قسين اكس زاد واي. هذا ايشي تاني. هذا مش زاوية. الزاوية هايها اكس زاد واي هي زاوية القسين. هذا لا ايشي تاني مضروب فيه. اذا هنا نشتقط الدائرة مشتقط الصين كسين. والزاوية مشتقطها الاكس بتعطيني واحد. والواي اللي هي واي فتا. هذا يساوي. واي تربيع كسين اكس برضو يا استاذ مشتقط ضرب. ها? واي تربيع كسين اكس. هذه مش مشتقط ضرب. انا قصده هناك مشتقط ضرب. واي تربيع كسين اكس. الواي تربيع هو الاول والكسين اكس هو التاني. ها? واي تربيع كسين اكس. مش الواي تربيع ورد فكرها زاوية القسين. لا. هاي واي تربيع في الاول. واي تربيع في الاول لحالها. واي تربيع كسين اكس مشتقط ضرب. مشتقط ضرب إذن الأول Y تربيع. هاي Y تربيع هحط أقواص المرة هاي. يلا. عشان نروج هيك. Y تربيع. مشتقط كوسين X سالب صين X. وطبعا الـ X اللي هي زاوي مشتقطة واحد. هاي الأول في مشتقطة الثاني. زائد. التاني. التاني يا أستاذ اللي هو كوسين X. كوسين كوسين X. في مشتقط الأول. مشتقط الـ Y تربيع. مشتقط الـ Y تربيع استاذ اتنين وي. وختم وي فتحة. تمام. مشتقط الـ Y تربيع. اتنين وي وي فتحة. اتنين وي مع ختم مع وي فتحة. طيب رتب أمورك الآن. في عندي هون كوسين X زاد وي. وفي داخل قص حدين حدين. ازا بدي اوزع. بدي اوزع. امسك كوسين X زاد وي. هاي اضربها مع المحترم اللي اسم واحد. واضربها مع الـ Y فتحة. فلما انت تضرب كوسين X زاد وي في واحد. هتعطيك كوسين X زاد وي. كوسين X زاد وي في واحد. كوسين X زاد وي. بعدين زاد. كوسين X زاد وي. لما تضربها بـ Y فتحة. هتعطيك Y فتحة في قوسين X زائد Y. تمام. يساوي. Y تربيع في السالب صين X. هتصر سالب Y تربيع صين X. طيب. زائد. قوسين X في اتنين Y. Y فتحة. هتصير. ايش هتصير? Y فتحة. واتنين Y. Y فتحة. اتنين Y. Y فتحة. في قوسين X. ها. هنا رتبنا امورنا في الخطوة هاي. طلوا على الخطوة هاي. شوفوا هيك انا كيف سويتها. قوسين X زائد Y في واحد. قوسين X زائد Y في Y فتحة. Y فتحة قوسين X زائد واحد. السالب نزلت. صين X في Y تربيع. زائد coisa X في اتنين y. Y فتحة. اللي هي اتنين y. Y فتحة في في كوسين X. الخطوة اللي بعديها ما انتوا عارفين هجمع جماعة ال Y فتحة عندي هون. جماعة ال Y فتحة لعندي. وين جماعة ال Y فتحة؟ هي هون. هاي. هاي جماعة ال Y فتحة. وهي هناك جماعة ال Y فتحة. شوية بس بدا اجيبها من هناك لهون. نقلة نقلة هيك بجلاب قويس. إذا أنا عندي هون صار عندي y تربيع. y فتحة عفوا أنا آسف. كوسين x زائد y. وهجيب هاي من هناك بما أنها موجب هتصير سالب. 2 y. y فتحة. كوسين. كوسين الاكس. يساوي. فيه هناك سالب y تربيع سين x. هاي ها. سالب y تربيع. سين الاكس. وهتجيها من هون كوسين x زائد y هتصير سالبية كمان. سالب كوسين. وزاويتها x زائد x زائد الواي. هاي رتبت اموري. وكالمعتاد. كالمعتاد في ويتين فتحة. هاي في هون y فتحة. وفي هون وي فتحة. ازا هاخد وي فتحة عامل. مشترك عشان تصير وي فتحة واحدة بس. وافتح قوسك كبير. ضلي عندي كوسين. هاي الكوسين الاكس زائد الواي. ناقص. فيه اتنين واي. انا خدت وي فتحة بس. فيه اتنين واي وفيه كوسين اكس. كوسين الاكس. سكر القوس. هايو. يساوي هدول الجماعة اللي هما سالب واي. تربيع صين. صين الاكس. ناقص. وسين برضو. الاكس زائد الواي. خلص. خلصت المسألة. لازم انتعارفين. هذا يعتبر معامل الواي فتحة. بقسم عليه. يعني هتصير عندي الواي. فتحة. بتساوي. كاسر هيك زريف. هاد. هو سالب. واي. تربيع صين اكس. ناقص كوسين اكس زائد واي. على هات اللي هو كوسين اكس زائد واي. ناقص اتنين واي. كوسين. كوسين الاكس. اوعى حدا يروح. ها? دايما يستاذ دالك وتحكي لنا اوعى 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 دير بالك دير بالك. طبعا. ولا بد انا دير بالك عليكم. ولا سيبك تروح تخبص الدنيا. اوعى حدا يروح يختصر كوسين اكس زائد واي. مع كوسين اكس زائد واي. اوعى حدا يساوي زائد غلط. ليش? ما بصير الاختصار وفيه جمع وطرح في النص. ها? يعني فيه طرح حيه. هذا حد. وهذا حد. وهذا حد. وهذا حد. وهذا حد. فيه جمع وطرح ما بصير الاختصار. اوعى حدا يختصر. ما بصير الاختصار. اذا نواي فتحة بتساوي. بتساوي هذا الكلام. خلاص هيك احنا يعتبر ايش? حلينا السؤال. وبنبه اوعى حدا يروح ايش? يختصر حتى لو انه في اي سؤال فيه جمع وطرح في النص. ما بصير الاختصار. ما بصير الاختصار. اه وصلنا رقم كام? ستة? وهم طولين طولين طولوا بالك ولسه لسه. طولوا بالك. الله ومصلى على سيدنا محمد. سؤال سبعة وتماني. سؤال سبعة. وي تربيع وساوي اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد. خلينا هيك نلقي نظرة على السؤال. ايش يا استاز. ليش بتطلع فيها هيك? يا عم السؤال اهدا خلينا اشوف اه افكر فيك شوي. اه ممكن يجي عبالي استاز واي تربيع يساوي اكس ناقص واحد اكس زائد واحد اضرب ضرب تبادله. ممكن يجي عبالي اضرب ضرب تبادله. يعني هيك وي تربيع في اكس زائد واحد هيك ضرب طبعا انا وي تربيع تعتبر على واحد فبتصير وي تربيع في اكس زائد واحد تساوي تساوي X نقص واحد. خلاص. أحسن من القسم. هاي ممكن يجيب بالي هيك. بنأضرب ضرب تبادلية. هاي مع هاي تسوي هاي. هون نعتبر فيه واحد. هاي مع هاي اللي هي X نقص واحد. ضرب تبادلية. وحل السؤال. طيب. حل. حابب توزع ال-Y تربيع؟ ولا اشتق زماهية؟ بس اشتقيت زماهية تعتبر مشتقد ضرب. Y تربيع في X زاد واحد. مشتقد ضرب. هشتقها مشتقد ضرب. هذا الاول Y تربيع الاول وهذا ايش؟ وهذا التاني. معي؟ معك. الاول Y تربيع مشتقد التاني. مشتقد X زاد واحد واحد. خلاص. زاد. الاول في مشتقد التاني. زاد التاني. اللي هو X زاد واحد. في مشتقد الاول Y تربيع Y تربيع. اللي هو اتنين Y مع الختم Y فتح. هذا كله يساوي مشتقد X واحد. والواحد طبعا ايش? صفر. طيب تمام? بعدين شو هتعمل? آآ شو هعمل? هذا يعتبر هذا كلياته. هاي هذا حد واحد. كلياته فيه وي فتح. فهاخلي اكس اكس زائد واحد. ايو. في اتنين واي. اتنين واي. واي فتح. يعني بتصير هيك. اتنين واي. واي فتحة. بيصير. هاي. اكس زائد واحد في اتنين واي واي فتحة. اكس زائد واحد في اتنين واي واي فتحة. يساوي واحد انجل واي تربيع ناقص واي تربيع. خلاص. واحد ناقص واي تربيع. هذا كله معامل واي فتحة. معناة واي فتحة. هتساوي واحد ناقص واي واحد ناقص واي تربيع على اتنين واي في اكس زائد واحد. خلاص. قسمت على مين? على معامل واي فتحة. هذا كله يعتبر ايش? معامل واي فتحة قسمت عليه. خلاص واي فتحة. هذا الكلام. يبقى انا ممكن يجي عبالي. اضرب ضرب تبادلي. وسول حركة هاي. خلاص. هي نحل السؤال. سهل. مفيش فيه اي بروبلم. طيب. ممكن حدا يفكر بطريقة تانية. واحنا حكينا مفيش حكر على الفكر. مفيش حكر على الفكر. انه استاذ هاي اكس ناقص واحد وهاي اكس زائد واحد. كلها اكسات. مفيش واي. يعني هاي. بس هون واي تربيع. هاي شبه صريحة يعني. فممكن اشتقع طول. سهلة. اشتقاقها هادي سهل. سهل اكس ناقص واحد عاي اكس زائد واحد. هاي مش سهل. فانا بحكي على الواي تربيع. بحكي اتنين واي. واي فتحة. سهلة. واي تربيع اتنين واي واي فتحة. يبقى هاي طريقة. هاي طريقة تانية. يساوي. هاي مشتقط قسمة. باشتقل لك هي مشتقط قسمة. شو يعني? سهلة جدا مشتقط قسمة. اكس زائد واحد. المقام اكس زائد واحد. المقام تربيع. طب وبعدين المقام اكس زائد واحد. في مشتقط البست. مشتقط البست واحد. لان مشتقط الاكس واحد. خلاص فيش داعي. بقى المقام في مشتقط البست واحد. ناقص. البست اكس ناقص واحد. في مشتقط المقام. مشتقط المقام برضو الاكس مشتقطة واحد. خلاص هيك حلو. طب أستاذ القصينة دول بنجمعه. اكس زائد واحد ناقص اكس ناقص واحد. هتروحل اكس مع ال اكس لأنه بناتهم سالب هتصر اكس ناقص اكس. طب واحد ناقص ناقص واحد واحد ناقص واحد السالم مع السالب. تصير موجب واحد زائد واحد اتنين. يعني هيصر عندي فوق يا أستاذ اتنين على اكس زائد واحد تربيع بيساوي اتنين واي واي فتحة. وعشان أجيب الواي فتحة بقسم على اتنين واي يعني يا أستاذ الواي فتحة هتساوي اتنين على قسم على اتنين واي على اتنين واي وفيه طبعا اكس زائد واحد تربيع هتروح اتنين مع اتنين يعني بيطلع الجواب واحد على واي في اكس زائد واحد تربيع ها يبقى هاي واي فتحة هاي واي فتحة يبقى ممكن واحد يسوي زي هيك انه يشتق مباشرة نقسم على اتنين واي قسم على اتنين اتنين واي او ممكن واحد يضرب ضرب تبادل ويعمل الحركة يعمل الحركة هاي جيني واحد هينطل لي واحد طبعا يحكي لي انه يا أستاذ الجواب هاد بختلف عن الجواب هاد لا يا حبيبي ما بختلف ما احنا حكينا بعض الاسئلة ازا بتغير طريقة الحل شكل الجواب بختلف الشكل هو اللي بختلف اما هذا هو نفسه اكيد يا أستاذ يا عمي اكيد طبعا ولا هكتب عليك ولي طمئن قلبي لي طمئن قلبي شوف يا سيد العزيز عادي ما فيها مشكلة هاد هو نفسه لي طمئن قلبي هاد بيساوي بس لي طمئن قلبي بس ان شاء الله عنه ما طمئن قلبها اه واحد ناقص وي تربيع ايش هي الوي تربيع الوي تربيع اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد على اتنين واي اتنين واي في اكس زائد واحد فوق في توحيد مقامات واحنا حكينا اذا بتفتكروا توحيد المقامات لما يكون عندي الشكل هادة مثلا ايه زائد بي على على كي مثلا على على سي مين اللي له مقام الايه اموره تمام بي على كي هو الكسر الكسر بي على كي الوحش يا وحش هذا الكسر تبعا ها تمام كي بنوحد المقامات في الحالة هاي بطريقة هينا وسهلة علينا بسهولة باجي على هذا بضربه في كي هون بنضرب في كي وهون بنضرب في كي وتحت بنضرب في كي عشان تروح الكي مع الكي بيضل عندي هون بيضل عندي البي خلاص مفيش كسور وداعا للكسور وداعا للكشور زائد اي في كي او كي في اي مش هتفرج ع تحت ع كي في سي ها والله سدقني كي في سي هاي بدها اف في النص صور كي اف سي ها ونقعد نوكل وننبسط ما علينا انا بامزح ما فيش اف طبعا في الموضوع ماشي طيب تعالوا هون إذن توحيد المقامات هون اكس نقص واحد هنا اكس زايد واحد اكس زايد واحد هاي اللي هي بمثابت بمثابة الكي فهنضرب هون في اكس زايد واحد وهون في اكس زايد واحد وتحت في اكس في اكس زايد واحد هذا كله عشان يطبئنا قلبك إن شاء الله عنه مطمن يزيد لا خليه طبعا خلي 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 طوان. طبعا هون بتروح الكي مع الكي. اللي هي اكس زائد واحد. مع اكس زائد واحد. بيضل عندك فوق اكس زائد واحد. اكس زائد واحد. ناقص اكس ناقص واحد. وزع لي والله بنناقص هاي. بتصير ناقص اكس. ناقص او اكس زائد واحد بتزعلش. ناقص. فوق في اكس ناقص واحد. على اتنين واي. هاي اتنين واي. اكس زائد واحد في اكس زائد واحد. اللي هي اكس. زائد واحد تربيع. طبعا هون هتروح الاكس مع الاكس لان بناته الناقص واحد ناقص واحد هتصير اتنين على اتنين واي في ايش? في اكس زائد واحد تربيع. هتروح الاتنين مع الاتنين. ضل عندك فوق واحد على واي في اكس زائد واحد تربيع. واحد على واي في اكس زائد واحد ايش? تربيع. ماشي? هدا كله عشان نطمئلنا قلبي بس. يبقى انا هون هذا السؤال ممكن ايش? افكر فيه بطرقتين. طريقة انه يا استاذ اضرب ضرب تبادلي. بطلع معي هذا الجواب. طريقة التانية انا شايف ان هذا الاشتقاق سهل. وهي تربيع موضع القانون. اشتقيت وعطول قسمت على على هاي. وزي ما انتم شايفين الامور هاي. خلاص? تمام? هذا السؤال يبقى بتشتقى عطول او ضرب تبادلي. انا اشتقيت عطول. ليش? لانه هذا اكس هيكله اكسات. مفيش واي. يعني السؤال مفيش فيه ميكس. فلو اشتقيت عطول سهل. لو اشتقيت عطول سهل. مفيش فيه ميكس. فيه شغلة هون الان اوعى. وانا نبهت عليها قبل هيك برضو. بس برضى انبه عليها كمان مرة. فيه عندي هون اكس ناقص واحد. وتحت فيه اكس زائد واحد. هدول طبعا مستحيل الاختصار. هو حدا يفكر ان هون فيه اختصار. الاختصار هون مستحيل. احنا حكينا الموضوع هدا قبل هيك. مين فكر ليش الاختصار هون مستحيل? ها. ها خلينا نفتكري واستاذ حكتلنا يا مرة. لانه يا سيد العزيز الاكس والاكس نفس الاشارة. اما السالب واحد والموجب واحد عكس الاشارة. عكس. فلما يكون عكس ونفس ما فيش اتفاق. اذا مستحيل الاختصار. اما لو كانوا للتنتين نفس الاشارة نفس الاشارة بنختصر. او كانوا التنتين عكس الاشارة عكس الاشارة بنختصر. اما يكون حد فوق نفس حد تحت. وحد فوق عكس حد تحت. هانا يستحيل الاختصار. فاقوا عمخك يروح اكس ناقص واحد عكس زائد واحد. واحد شاطر محترم فهيم. يروح يشلي اكس ناقص واحد مع اكس واحد واحد. واحكي لأستاذ هاي سالب واحد لان الاشارة بالعكس. والامور فلا يا للا. لا يا حبيبي. وقف عندك. هذا لا. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. ماشي? لا يجوز الحكيان. صليتوا عن النبي. الله مصلاح السلام عليكم. طيب. مستمتعين. الحمد لله. روح سؤال رقم تمانية. خليني امحي هذا بس من هون. عشان ايش? انا حكيت قبل هيك هذا الكلام. بس برضو للتأكيد ولا ولا التذكرة. خليني اروح سؤال رقم تمانية. لا شكله سؤال لطيف والله. تلاتة اكس واي تربيع. اه تلاتة اكس تلاتة اكس اللي هي تلات. واي تربيع اتنين واي. واي فتحة. يا حلولة يا حلولة. وكمان خاطط اقواس ومزبط حالك. ايو استاذ تلاتة اكس تلات. واي تربيع اتنين واي. واي فتحة هيحطت لك الختم. هيحطت لك الختم. حطتلي الختم ايش? بلا ختم بلا نيلة. ايش حبيبي? بصبت ايش الحكيان هاد? النا ساعة بنحل. وصلنا عند سؤال تمانية. وبعدك مش امميز قاعدة الضرب? وصلنا عند الاشتقاق الضمني ولسه من خربط في الضرب? لا مش احنا يا استاذ. والله هذا يا استاذ بيغلبنا دايما. هذا مش نافع. احنا حكينا ضرب من الاولة. قلنا له ضرب ومش راضي يفهم. طيب ضرب. ازا هذا اول. وهذا ايش? وهذا تاني. القاعدة طبعا الاول تلاتة اكس. تلاتة اكس. الاول. في مشتقط التاني. واي تربيع. اتنين. واي. واي. فتحة. الختم. الاول في مشتقط التاني. زائد التاني اللي هو واي تربيع. في مشتقط الاول تلاتة اكس اللي هي تلاتة. يبقى هذا مشتقط ضرب. خلصنا. زائد. الواي تكعيب. تلاتة واي. تربيع مع الختم تبعها. واي فتحة يساوي. يساوي تمانية. تمانية ايش? صفر. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ازا زبطها من جهة بنخربها من جهة تانية. يا عم انتبه. الله يرضى عنك. هذا مشتقط ضرب. وتلاتة واي بدها ختم. والتمانية مشتقطها صفر. مش تحط تمانية. تنسى تشتقلي اللي بعد ما خلصت. قال تمانية يلا. تمانية. لا. اشتقت التمانية صفر. ارتب امورك حاضر. برتب اموري. هذا الحد فيه واي فتحة. وهذا الحد فيه واي فتحة. وهذا الحد اخص عليه. ما فيش فيه واي فتحة. هننجله على الجهة التانية. فاستاذ عالسريع ممكن اخد واي فتحة عامل مشترك بدل مكتوب خطوطين ماشي. ابشر. خلينا اسولكم يا بصرعة. لا استاذ خلي سولنا يا خطوة خطوة. حاضر. هسويها خطوة خطوة. والناس اللي بتسوها بصرعة عارفة كيف بتسوها بصرعة. تلاتة اكس بتنين واي واي فتحة. تلاتة بتنين اللي هي هتصير ستة. اكس واي. اكس واي. واي فتحة. وفيه هون زائد. تلاتة واي تربيع واي فتحة. خلاص. يساوي. هننجل الاخصة عليه هذا. واي تربيع في تلات. هيصير تلاتة واي تربيع لما تنجلوه بصير سالب تلاتة واي. واي تربيع. هناخد الواي فتحة عامل مشترك المعتاد عشان هدول وايتين فتحتين. هتصير واي فتحة واحدة عشان نقسم على معاملها. ستة اكس واي زائد تلاتة واي تربيع. هذا كله بيساوي سالب تلاتة واي تربيع. هذا يعتبر معامل الواي فتحة. بنقسم عليه. يعني واي فتحة يساوي مباشرة. هيو. احلى كسر. سالب تلاتة واي تربيع على ستة اكس واي زائد تلاتة واي تربيع. ولو حابب تأخذ تلاتة عامل مشترك من فوق وتحت بيصير. لما ناخد من هون تلاتة عامل مشترك هيضل عندي فوق سالب تلاتة واي تربيع. على خد من هون. في والله واي كمان يا استاذ. تلاتة واي عامل مشترك. خد تلاتة واي عامل مشترك بصير. تلاتة واي هيها. تلاتة واي. هيضل عندي هون اتنين اكس. اتنين اكس. زائد واي واحدة بس. واختصر تلات مع تلات. واي تربيع مع واي. هنشيل التربيع هاي مع الواي هاي. ازن بطلع الجواب سالب واي. سالب واي. على اتنين اكس زائد واي. اتنين اكس زائد واي. ولا يجوز الاختصار الان واي مع واي. لان هون في في جمع. استاذ لو انا طلعت الجواب لحد الخطوة هاي ووقفت. هون. خلاص هاي واي فتحة. واي فتحة والامور تمام. بقول لك يا حبيبي يا عمري. اه طول بالك. خلينا نعمل الاختصارات هاي. ليش? ممكن سؤال زي هذا برضو يجيك دوائر يحكي لك. تلاتة اكس تربيع زائد واي تكعيب يسوي تمانية. فإن 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 اه دي واي عدي اكس. دي واي عدي اكس. او اي فتحة. هي نفسها. دي واي عدي اكس. او واي فتحة تساوي. ويجيب لك الشكل هاد في الجواب. ومع اشكال غلط. وانت طبعا واقف هون. فالشكل هادك بدو يصير عالشكل هاد بدك تكون صاحي ومصح صح ومفتح ومخك شغال. انه بس مسألة اختصارات. انه خد من هون هاي التلاتة. وهون خد عندك تلاتة واي اختصارها. بطلع معك الشكل عطول اللي بالدكية. مش تضلك التنح في سؤال الدوائر. وتقول والله السؤال فيه غلط. الجواب الصحيح مش مش يمنلاقيه في الدوائر. طول بالك شوية. بس عصدرك شوية. بتلاقي الامور ماشية. تمام. هادا سؤال سبعة. حكينا عليه شوية ملاحظات. وهدا سؤال تمانية حكينا عليه ملاحظة في الاخر. وحكينا شغلة الضرب ولا تنسى التمانية في بعض الناس كتير من الطلاب. بيجي في الاخر يقتب بيساوي بيحط تمانية. تمانية بدنا نشتاقها هي كمان يعني هيش يعني التمانية ما قالها. طيب سؤال وصلنا عند سؤال تمانية ولسه برضو زي ما بحكي لكم مطولين في اسئلة كتير. اللهم صلى الله عليه وسلم محمد وخلينا نكامل.